موسيقى 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 المطلوب في الحالة زي ديات ان احنا بنخلي الوجبة متوازنة ما نزودش اي عنصر عن التاني وان تبقى الوجبة غنية بالالياف لان الالياف الجفة تعتبر منشطة لحركية الجهاز الهضمي وطبعا احتواء على الفيتامينات يفيدنا بالزاد فيتامين سي لمقاومة البد والفيروسات الخاصة بانخفاض درجات الحركة حضرتك اثرت جملة وهي الحركة طبيعة الحركة ايه هي بقى طبيعة الحركة وتأثرها على الجهاز الهضم اثناء انخفاض درجات الحرارة هو طبعا عايزين نقول ان كطبيعة وكصفة في الانسان لما بيحصل انخفاض شديد في درجات الحرارة بيبقى هناك ميل لقلة الحركة وطبعا قلة الحركة دي لها مردود على الصحة العامة وليها مردود على الجهاز الهضم والكابت لما نتكلم عن مردود على الجهاز الهضم والكابت بنقول ان لما الانسان بيتحرك وبيمشي بيبقى كل الجهاز الهضم بيتحرك معه من أول المعدة للأمعاء للقولون وبالتالي لما نيجي نعكس الصورة هنلاقي أنه لما الحركية دية بتقل بيبقى كل الجهاز الهضم بيبطق بنلاقي حركة المعدة بتبطق فبيزيد إفراز الحامض بنلاقي حركة الأمعاء بتبطق فالانتصاص بيبقى فيه التباك بنلاقي حركة القولون بتبطق ودي الأخطر بقى بتسبب إمساك شديد يجب أن ألفت النظر أن هذا النوع من الإمساك لا يشفى إلا بأن العيان يتحرك لما بند ملينات ملينات بتبقى علاج قصير الأمد ولكن العلاج الأساسي في الحالات دية هو أننا ننصح المريض بالحركة وبالمشي على الأقل من نص لساعة كل يوم طبعا المرضوط دوت بيكون على الجهاز الهضمي جميل جدا جدا ونقطة تانية مفيدة أن الحركة نفسها بتزود إنتاج الطاقة الداخلية فبتقلل الإحساس بالباد وحاجة تالتة مهمة جدا جدا أن لزوجة الدم بتزيد مع انخفاض درجات الحرارة والاستعداد لتكون الجلطات بيبقى وارد فطبعا قلة الحركة مع البرودة قد تتسبب في تكوين جلطات في مختلف أنحاء الجسم ممكن في أوردة الساقين ممكن في القلب ممكن في المخ فتعمل جلطات قد يكون لها موضوع صعب جدا جدا ده أساسي يا دكتور ده أساسي الزبط يا فان فإحنا بنقول الحركة برضو عشان موضوع مشاكل المفاصل كتير جدا من الناس مشاكل المفاصل بتزيد مع البد نظرا لقصور الدورة الدموية الترفية وقلة الدم اللي بيروح للمفاصل لتجديد حيويتها فلما الإنسان بيلتزم ببند الحركة وبعنصر الحركة حيوية المفاصل بتزيد مشاكلها بتقل جدا جدا معدلات تكوين الجلطة بتقل وبرضو مشاكل الجهاز الهضم بتبقى من أقل ما يمكن لأن زي ما قلت في البداية الجسم لما بيتحرك كل الجهاز الهضم بتحرك معاه والعكس بالعكس نعم في حاجة غريبة كده بالبقنا اللحظها كتير قوي دكتور فضل إن بلاقي لما بيكون جو شيء تقوي بلاقي الزباب ترصب على الحيطان في المنازل تمام تمام لما بيكون درجة الحرارة منخفضة خارج المنازل تمام في الجهاز الهضمي أولا أنا بشكرك على السؤال ده لأن الملحوظة دي رغم بساطتها وكلنا بنشوفها لكن محدش بيقدر يستوعب كم المشاكل اللي بتحصل بنوعها طبعا من المعروف إن الزباب كأحد أنواع الحشرات بيتطلب لتكاثره ولممارسة أنشطته حاجتين مهمين جدا ارتفاع في درجة الحرارة وزيادة في نسبة ارتوبة ده السبب الأول ده خارج البيت طبعا أو خارج المنزل بيحتاج بيئة فيها حرارة مرتفعة وفيها نسبة ارتوبة عليها ليه؟ دي بتخليه يمارس أنشطته ويتحرك بسهولة كمان بتأثر فترة الفقس بتاع البيت بتاعه لأن كما هو معروف إن الزباب بيضع البيت بتاعه في قلب الأماكن اللي فيها فضلات عضوية زي الزبالة وزي غيرها وبعد كده بتفكس لما بالبيضة بتفقس بتطلع يرقة بتتغز على المواد العضوية الموجودة في الزبالة تتحول لحشرة كاملة بعد كده دورة الحياة ما بين وضع البيت وفأسه وخروج الحشرة الكاملة لما بتبقى الحرارة عالية ورطوبة عالية بتبقى قصيرة جدا البيودة بتتسبب في طولها وبالتالي لما الزباب بيلاقي الجو سائع جدا بقى طبعا ده تكيف طبيعي سبحان الله دي تلقائية من الله عز وجل في هذه الحشرات إنه لما بيدخل البيوت وبيكون الدجاو دافي فيها بيبقى معدل بالبلد كده إنه يلبت في البيت أكتر من خلقه طبعا هذا الزباب يعتبر من العائل الوسيط لكثير من الأماط نسكر على سبيل المثال وليس الحصر طبعا التهابات المعوية والنزالات المعوية بأنواحها نسكر على سبيل المثال برضو الحمى المعوية حمى التيفوت طبعا يعتبر الزباب الأساس لها لإنه بيقف على البراز بتاع المرضى وبعد كده بيقف على الأكل فبينقلها حاجة بقى بنشوفها في عياداتنا كتير وأنا شخصيا بستقبل يوميا حالات التهاب الكبد الوبائي إيه وإيه ودي بنشوفتها في خلال الثلاث أسابيع اللي فاتوا من ساعة ما درجات الحرب بدأت تلخفت بنشوفها بكسرة جدا للأطفال وللكبار وطبعا أقدر أعزي السبب أساسا طبعا لزيادة معدلات تواجد الزباب جهور البيوت ولأنه زي ما قلت هذا النوع من العائل الوسيط لو وقف على اللعاب لو وقف على شفاف المريض لو وقف على بوله وعلى برازه طبعا وقف على الأكل بتاعهم بعد كده ممكن ينقله للأسرة بالكامل وأساس ده بينقل ده هو من الأول فما بالك لما يوقف فترة أطول يعني هو منرس أيض الضبط وقوده بقى الفرق في إيه إنه بيتواجد في البيت فترات أطول فالتواجد لفترات أطول طبعا بيسبب نقل وطبعا فيه أمراض تانية كتير التهابات القزحية في العين والتهابات الجفون برضو الجروح المتقيحة لو وقف على جارح عادي بيسبب تقيح الجارح فهو يعتبر الزباب حق الوسيط للعديد من الأمراض وطبعا فترات تواجده ولذلك وجب علينا في فترات الشتاء إنه يبقى فيه مقاومة شديدة ليه إما بإنه إحنا طبعا القضاء اللي بيبقى متواجد بنقفلها بنرش وبنسيب شوية لحد ما بيبقى يموت وبعد كده بنهويها تهوية خفيفة وعشان برضو ما يقزيش المبيدات الحشرية الحالة لو فيه مريض حساسية صدرية أو فيه ناس بتتدايق أو حساسية الجيب الأنفية هذه المبيدات ما تقزيش ولكن مقاومة الزباب في الفترة دي بالذات من أهم ما يمكن وبالذات أكتر لو فيه مريض في البيت بفيروس A لإن ده هيدخل للحمام لو وقف الدبان على البول أو البرس أو على لعابه بتاعه هو شخصيا بتاعه شخصيا ممكن ينقلوا بقية البيت لو وقف على الأكل إنه ما نضمش لو اتنقل للأكل فهنا نقص البيت كله تعالي حاجة تانية برضو نحب نلفت النظر لها إن السلات بتاعت القمامة تكون متغطية لإن طبعا الدبان بيحب جدا إن هو يحط البيت بتاعه في وسط الفضلات العضوية علشان يبقى فيه فرصة لتغذية اليراقات اللي بتطلع من البيت دوت نعم وبرضو حاجة تانية مهمة جدا جدا وهي إن إحنا نغطي الأطرامة دايما في البيت ما نسيبش أي أطرامة مكشوفة علشان ما يبقاش فيه أي فرصة للزباب إنه يقف عليها وبالتالي يتسبب في نقل كثير من الأمرات نعم والأفضل كشخصيا أنا أفضل الرش اللي يترشي كله ريحة ما يكونش عدم الريحة عشان خاطر الكمية اللي انت حطتها تكون انت حس بيها هيتحس بيها طبعا بحاجة جميلة جدا وويس جدا الملاحظة اللي سيادتك قلتها ديت لإن ببساطة جديدة المبيدات اللي ملهاش ريحة ممكن يترشي كمية جبيرة منها وتأذي بدون ما نحس بيها ونفاجأ بنوبات من الحساسية الصدرية الحادة ونوبات من ديء النفس الحاد بعد رشاه لكن إحنا لما نرش بنقدر نقول إن الكمية اللي ترشت مناسبة لكمية الزباب الموجودة ومساحة القضة ولا لا دي ملحوظة جميلة جدا جميلة 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 هو معنا للسادة المشاهدين سؤال كده عشان خاطر نتفاعل مع بعض ويكون فيه مرضود وعايزينكم تتصلوا وتقولوا لنا كم مرة تصاب بالبرد أثناء الشتاء؟ وبالذات في الشتاء اللي احنا فيه ده أولا هارجع لحددك يا دكتور أيضا الزباب ده أضراره كتيرة تمام يا فاند وبالذات على الجهاز الهضم والكبد بينقل العدوى من بره يدخلها جوه تمام أو داخلية من نفس البيت لبقية أفاض القصة أفضل شيء زي ما احنا ما قلنا للسادة المشاهدين المقاومة المقاومة بكل الاحتياطات تمام يا فاند ولكن ايه هي العلاقة بين القفاض درجات الحرارة وزيادة الإقبال على استخدام المسكنات ومردودها على الجهاز الهضمي والكبد؟ تمام طبعا لما بتنخفض درجة الحرارة بيحصل طبعا كما نعلم كلنا ان درجة حرارة الجسم الداخلية بتطرح من 37.2 من عشر ل37.6 من عشر دي الحرارة الطبيعية فالجسم عشان يحافظ على هذه الحرارة صيفا وشتاءا طبعا في الشتاء لازم يكون فيه انتاج للطاقة داخلي ويشعاها عن طريق الجلد عشان برودة الجو متنقلش بداخل أكسل أنا عايز حضرتك مع ليش تاني تقولي درجة الحرارة الطبيعية للجسم طبعا من 37.2 من عشر ل37.6 من عشر دي درجة حرارة طبيعية كما التفق علميا فعشان يحافظ عليها بيبقى فيه انتاج داخلي للطاقة علشان تشاعر من الجلد فيمنع دخول الحرارة الخارجية للجسم طبعا لما بتحصل انخفاض درجات حرارة جامد وبرودة شديدة بتتقلص الشعرين الطرفية أو الشعرين اللي في الدورة الدموية الطرفية في الإيد وفي رجل وفي المخ فبيقل الدم اللي بيندفع للأطراف لما بيقل الدم اللي بيندفع للأطراف بيحصل تغييرات كتيرة فيها أشهر هذه الضغييرات ضعف حيوية المفاصل وضعف المناعة الموضعية في الأماكد اللي بتتغزم الدورة الدموية الطرفية لما نيجي نشوف المفصل مفصل بيبطنه وغشاء مخاطي ده بيفرز مواد بتساعد على مرونة الحركة داخل المفصل وخلايا ملتهمة بتلتهم بالبلد كده رايش بتاع العظم اللي بتكون نتيجة الحركة فبتحفز على المفصل كويس لما درجة الحرارة تنخفض والدم اللي رايح للمفصل بيقل حيوية الغشاء المخاطي بتقل إفرازه بيقل بتبقى فرصة حدوث التهابات في المفاصل أعلى وده طبعا كلنا بنلاحظه سواء كبار السن وللأسف دلوقت صغار السن كمال إن مع انخفاض الحرارة كله بيشتكي من مفاصله بيشتكي من ركبه وبيشتكي من ضعه ومن رجله لأن حيوية المفصل بتقل نتيجة قصور الدورة الدموية الطرفية فلما بتقل الحيوية طبعا التهابات بتشتغل طبعا التهابات قد يكون بعضها بسيط العين بيقدر يمشي بيه وقد يكون بعضها هنديكابينج يعني ويخلش العين يتحرك من أساسه فبيكون الحل عند أطباء او إخوانا دكاترة العظام هو وصف أدوية مضادة للتهاب طبعا هو الدكتور أنا متأكد أنه بيوصفها بالجرعة المطلوبة وإذا كان فيه مشكلة يعني لله الحمد كثير من الأطباء الزملاء يعني لا يستجبر أو لا يستنكف إن هو يطلب مساعدة متخصص الجهاز الهضمي والكبد كمعاون ليه في الحالة على أساس إن مثلا الحالة يكون فيه تاريخ مرض القرحة في المعدة أو نزيف من الفم فبيطلب مساعدته على أساس ند الأدوية الوقائية اللي تمنع سلبية هذه الأدوية على المعدة والجهاز الهضمي ولكن السلوك بتاع المريض للأسف اللي بيخلق المشاكل إن المريض بياخد العلاج اتحسن عليه وحس براحة يبدأ يجدده من نفسه ويجدده من نفسه ويزود جاعته ويوصفه لجهازه ويوصفه لحبايبه ده هو ده الأساس مسكنات ومضادات الالتهاب بذات المسكنات لأنها بتخلي الشخص اه 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 انا لا استريحت عليه انا اخده ثاني واخده ثالث فتبدأ العملية تدخل بقى في سوق استخدام الأدوية أو الدراج أبيوز زي ما بيسموه وتبدأ المشاكل تبانه طبعا كان زمان بيظن إن مشاكل المسكنات ومضادات الالتهاب عالمعدة ويئل اسن عشر فقط انا كنت اقول حضرتك عايزك تظهر بعض المشاكل تمام تمام الوقت بعد اختراع جميل جدا تم من حوالي 8 أو 9 سنين اسمه الكابسول اندسكوبي دي عبارة عن كابسولة بيبلحها المريض وبتبعت زبزبات لجهاز متسبت على صدر وبيدي صور بتبقى على مدار 8 ساعات حوالي 154 ألف صورة بيتم تحليلها في كومبيوتر داخل الجهاز ده وبيطلع الصور الأبنورمل أو الصور المعضرية وتتشال ازاي؟ ده نعم فهمنا؟ وتتشال ازاي؟ بتنزل في البرس تترمي بعد كده ولا رعب استخدامها هي دي من الاختراعات الجميلة جدا في العشرة سنين اللي فاتت وخلتنا نشوف حاجات في أماكن ما كانتش بتوصل لها المناظر قبل كده طبعا المناظر بتوصل في الجزء العلوي لحد نهاية مثلا الجزء التاني من الأسن عشر المناظر الشراجية بتوصل لحد أول الأليم منطقة كده معينة في أول الأمعاء لكن في مناطق ما كانش بيوصل لها من مناظر فما كناش بنشوف التأثيرات دي فبدأت بعد ظهور الكابسول اندسكوبي نشوف الحاجات دي من أكتر الحاجات والإصابات اللي صورها الكابسول اندسكوبي مشاكل استخدام المسكينات على المعية الأوسط اللي هو الجيجينم والإليم أو المعية السوفي لا سبحان الله يعني نقدر نقول فيه إصابة مثلا اسمها كاتسكاتش كأنها خربشت قطة كأن قطة مخربشها المصايد من جوه طبعا هذه الإصابات بتسبب تآكل في الغشاء المخاطي والتآكل ده بيسبب عصر هضمه سوء انتصاص نقطة تانية مهمة إن التآكل ده أو الأماكن اللي بتتآكل بتنشع سوائل زي البلازمة زي ما الواحد يتخربش في جلده ويلاقي نشع على مكان الخربش بالضبط كذا خربش بقى بينشعوا بيفقدوا سائل بلازمة يحتوي هذا السائل بقى على البروتينيات فيبدأ العين ينخفض البروتين في دمه وتبدأ تحسن مشاكل عليه فطبعا كل ده اكتشفناه بعد الكابسول الاندسكوبي وبدأت تترصد هذه المشاكل ويتم التحذير منها ويتم التعامل معها علشان حيوية الغشاء المخاطي هي الأساس في وظيف الأمعاء من ناحية الامتصاص طبعا لا ننسى دور المسكنات ومضادات الالتهاب السلبي على الكبد وإن في بعض مسكنات للأسف المشهورة وهو ده اللي لا عايزة أصدر أيوة المشهورة جدا هو ده اللي لا عايزة أصدر ومش عايزة أقول أسماء محددة لا بالغير أسماء يعني آه إن هي بتسبب إما بعضها بيقدر تآكل مباشر في خلايا الكبد طبعا إما بعضها بيقدر ضعف في دورة السائل المراي واحتجاز مراي داخل الكبد وده بياربك كل وظيفه الحيوية إما إن بعضها بيزيد نسبة الأنسجة اللي فيها داخل الكبد وأنا منساش طيما في حياتي طبعا ومن الحالات اللي شفتها كتير إن في حالات جات لي تليف كبدي بسبب المسكنات يعني شوف الواحد بيرعب من هذا المصطلح في فيروسي وغير أو إحنا ممكن نقول بسبب قصرة الاستخدام الخاطئ نعم الاستخدام الخاطئ الغير موجه طبيعي ولكن المسكنات فائدة لابد منها يا فندم تعريف الأدوية أو تعريف الدواء هو سموم موجهة فإذا افتقرت إلى صفة التوجيه صارت سموم مجاعدة إحنا بنتكلم عن العيالي اللي بياخد الدواء يستخدام حالي مرة ويجدده من دماغه ويوصفه لغيره من الناس اللي ممكن وما يراشل الطبيع لا ما يراشل بقى خلاص بقى ما يراشل بقى لما يجيله مضاعفات من الدواء هو عارف آه هو عارف كل حاجة خلاص عارف دواء ماشاء الله لكن بيستمر في هو المشكلة آه عارف كل حاجة آه ويشاف كل حاجة فخلاص بقى استخدام الدواء ده يبقى كل مشكلة هو الدواء ده علاجة فإحنا بنجهود على فكرة مشكلة كبيرة في مصر الدرج أبيوز وسوء استخدام الأدوية وإحنا بننصح دايبا ودي فرصة من هذا المكان الجميل ومن هذا البرنامج الجميل إن إحنا نوجه يا جماعة محدش يعيد استخدام الدواء قد يتحد العرض ويختلف المعرض دي حكمة معروفة عندنا وتعتبر حكمة ذهبية في الطب قد يكون العرض واحد لكن أسباب المعرضية كتير وبالتالي تكرار الدواء قد يأتي بالمشاكل ولا يأتي بأي فائدة مطلقا صحيح بالضبط حددك قلت على الكابسولة كابسول اندرسكوبي آه اندرسكو كابسول اندرسكوبي أوكي ده لما بيخرج لما بيخرج عن طريق البراز له أي تأثير لا يا طيب أنا مبرد بس عائل السادة المشاهدين يكونوا لما طبيبي يقول لهم أنا أحط أه لا عادي 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 هي مهودة في مصر الحمد لله هي لها التأثير مهودة عشان خطر الإشاعة ويعملوا إشاعة لا خالص خالص بالعكس أولا ده تكنيك زكي جدا أنا بس عايز أطامن السادة المشاهدين لا عادي عادي لا هو الكابسول اندرسكوبي طبعا الحالة بيبقى فيه تقييم كامل لها أولا مش كل حالة بتحتاجها لكن احنا بنقيم الحالة وبنشوف الاحتياج لها وفيه موانع لاستخدامها يعني مثلا أنا عايز كده يعني في بعض الناس ما بيناسبون واحد مثلا أنا مش هقدر أنا مش هقدر أن أنا هديك الكابسولة بالضبط بالضبط مثلا واحد عمل استقصى الجزء من أمعائه واحد عمل أسيعة تسبغى ولقنا ديء في مكان معين في الأمعاء عنده ما يسمحش بمراه طبعا وزي ما قلت هو الاحتياج لاستخدامها لما كل الوسائل التشخصية الأخرى متكون ما جابتش نتيجة معنا صحيح فبنلجأ للكابسولة أولا كتكنيك تكلفته مرتفعة جدا دي زي ما قلت الكابسولة دي كابسولة التكنولوجي بتاعتها عالية جدا لأنها بتصور ويبتبع تصور ودلوقتي حجمها أد إيه لكتور؟ حجمها بالضبط أد عقلة الصباح كده حضرتك قلت إن لو في ضيق في الأمعاء في أماكن في الأمعاء زي منطقة الأليم لو في التهبات وفي ضيق طبعا ممكن الكابسولة تتسبب من سداد معها وتقف في السك وتتعمل أشياء تسبغة في الأول قبلها ولو في دي ما تستخدمش من أساسه دي احنا مش هنحط العنف في موضع يحتاج عملية جواحية فتح بط وستخاجة دي بالضبط أهلا تستخدم ده نت فت نت كانديدت ما ينفعش ياخد الكابسولة تي كين أخدت صل؟ تحت قمك ألو وفاق ألو سلام عليكم إزيك يا دكتور أهلا سلام عليكم إزيك يا أستاذي أستاذي وفاق معي أهلا بيك يا فاندي عزيك ستبكولة عملة إيه ينفع بس تعلّي صوتك شوية أعلّي صوتك شوية لأسبوع الحمد لله إنت أغوالك يا دكتور الله يخليك يا ستبكول إزيه صحيتك عملة إيه الحمد لله ربنا يتمنى عليك أنا نزلات البرد بتوصير أوز آه نزلات السؤال بتاع الأستاذ أحمد ماشي يا أستاذ وفاق تحت عمر تحت عمرك حاضر حاضر عيني تحت أولي السياد عيني يا أستاذ نشكينا على اتصالي شكرا نفعل شكرا نفعل نشكرا نفعل طبعا التخاعل وضح هو أستاذ أحمد طبعا إحنا عايزين نقول بس أن الباد أساسا فيروس وأي مرض فيروسي بيصيب الجسم أول وأهم ما يتعرض لي ويقومه هي المناعة الزاتية والمناعة الزاتية بتنقسم لقسمين قسم اسمه مناعة موضعية دي خاصة ببداية المكان اللي بيستقبل الفيروس وفي مناعة عامة خطوط المناعة الأولية فلما بنيجي للباد الباد طبعا أول ما بيصطدم مناعته الموضعية بتاعة الأنف والحل والبلعوم الأنفي المناعة الموضعية بتقدر تتعامل معاه أكتر من طريقة إما أن الغشاء المخاطي بينشع أو بينتج اللعاب اللي هو يحتوي على الكثير من الأجسام المضطة والجزء الثاني هو زيادة إفراز اللعاب والبلع لأن ده بيحرم الفيروس من أكتر ميزة أنه يلتصق ويبدأ يتقاصر ويبدأ يأذي الحاجة الثالثة هو أن لو الفيروس كميته كبيرة كبيرة والنشاط بتاع الجهاز المناعة الليل والباد عامل قصور دورة دموية طرفية يعني الدم مش كفية يبدأ الغشاء المخاطي والجزء ده يتورم ويبدأ يسحب دم كتير عشان يعود النقص في قصور الدورة دموية طرفية فيحصل تورم الحل بيبدأ قبل الالتهاب عشان يزود إنتاج المضادات ويمنع الفيروس من اختاره طب انهارت كل الحاجات دي والفيروس بدأ يمسك وبدأ يتقاصر وبدأ يسبب نشاط التهاب يأتي دور المناعة العامة اللي هي بتعبر عن نفسها في صورة ارتفاع الحرارة جرس انزار الجسم إن فيه مشكلة موضعية في الحل بالضبط طبعا يبدأ ارتفاع الحرارة ويبدأ إنتاج مضادات مقاومة للالتهاب وتبدأ المناعة العامة تتعامل معاه والله نجحت في التعامل معاه البرد بياخد مدته وبينتهي ما نجحتش إيه الحالة بتتطور والعيز والبادة بتوصل للتهاب أنا عايز أعمل مع حضرتك حلقة كاملة على القصرة تحت عمرك تحت عمرك عندنا وعند الناس تحت عمرك يا فاند أستاذ الدكتور إيهاب صبح باكري وأستاذ الجهاز الهضم والكيب الطب القصري أشكرك شكرا جزيلا شكرا يا فاند وأشكرك على مجلية حضرتك كالينة البيوت زي القلوب بيها نبض وفيها صوت كلما تدق مصمر في بيتك اعرف إنك لسه موجود وكل نبضة في قلبك بتساوي الوجود مشاهدين يا الكرام مشكركم على حسن مشاهدتكم لينا وإلى لقاء في الأسبوع المجمونا إن شاء الله يوم والإثنين والسرساء الساعة العاشرة مساء في برنامج طبيب على الهوى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة